سيرة غراء منها المنهل منهج أسمى وحكم أعدل صافحات العز عنها سطرت عبرا في الناس حقا تنقل تاتجل غزوات قادها أحمد الهادي الكريم الأنبل بقعة تروي حكايا غزوة في ثناياها سلوك أكمل سيرة غراء منها المنهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في برنامجنا المعروف تلك البقعة الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع غزواته وما وصلنا إليه من أحداث حديثنا اليوم عن عدة غزوات الغزوات التي جعلت من القبائل تناصر وتؤاز القريش بعد بدر وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي في بدر وهزيمة قريش وما عاناه المشركين فجال وصال الصوت والصدى وانتشر خبر ظهور هذه القوة قوة الجيش الإسلامي قوة المسلمين في المدينة وكما تعلمون قريش لا يستهان بها سبق وأنقلنا وهذا أمر معروف لذلك هذه القبائل التي حول الحجاز وفي الحجاز لها أحلاف مع بعضها وخاصة مع قريش لأن قريش هم أهل الحرب فسليم وقاطفان وغيرها من القبائل أخذت تعد العدة لمهاجمة هذه القوة الظاهرة في المدينة التي بدأت تنمو في المدينة فحديثنا عن غزوة بني سليم أو قرقرة الكدر عندما نسمع كلام أو نقرأ قرقرة الكدر هذا المسمى هذا كثير لا يعلم ولا يعرف ما معنى هذا المسمى لكن إذا أتينا وفصلنا ورجعنا إلى اللغة وهي كلمة قد نقولها نحن في الحجاز البعض يعرفها قرقرة وصوت إصدار الصوت المتكرر مثلا صوت الدجاج المتكرر أو هديل الحمام أو هدير الماء أو خرير الماء فقرقرة تعني صوت التكرار للكدر والكدر هو القطى طائر القطى ولذلك هذا المكان وهذا الموضع موقع بني سليم في قرقرة الكدر اسم لماء في وادي الشعبة في أسفل قاع حظوضة يبعد عن المدينة طبعا هذا القاع ثمانين كيلو باتجاه الجنوب وبين المدينة وبين محافظة المهد وبالقرب من قرية ضعع وقبل قرية كذلك غراب بخمسة كيلو وهو مكان معروف قبل مفرق حزرة بنحو خمسة وثلاثين كيلو وتدخل معه إلى الوادي مسافة عشرة كيلو عن يسار الطريق هذا اسمه قاع حظوضة وكذلك موقعة قرقرة الكدر وأرجع وقول الكدر هو طائر القطى نقول له إحنا القطى وأهل الشرق أو بمعنى صح أهل العراق يقول له الكدر وهذا الطائر سبحان الله العظيم يعرف بتنقله وإذا أراد المبيت يذهب إلى الأماكن التي تشبه في اللون إلى الصخور الصغيرة أو الأحجار الصغيرة إلى أول ما يعرف بالصمت لذلك يصدر أصوات الصوت المتكرر عند الفزع ولا يرى خاصة في الليل حتى لو إلا تمعن النظر على نور مثلا الكشاف أو نور الصيارة حتى ترى فهو يتشكل في مجموعات ويصدر صوتا عند الفزع في طيرانه عموما هذا الطائر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة لأنها تغير مكانها كل مدة ومجرد أنها تأتي إلى هذه الأرض تفحص الأرض ثم تبات فيها فموقعة بني سليم في قرقرة الكدر هذه الموقعة وصل الأنباء وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يعدون العدة الهجوم على المدينة الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة الظاهرة القوة التي أرعبتهم بانتصارها على قريش هنا الأمر يحتاج إلى أن يجب أن نستأصل هذه القوة قبل أن تأخذ تمكنها وقوتها وانتشارها فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بهم بادرهم وهذا الأسلوب انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية جهاده جهاده اللي هو اسلوب المباغته سلوب مباغته الخصم فعد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وعد حشده صلى الله عليه وسلم وأخذ معه مئتين من المهاجرين والأنصار واتجه إلى بني سليم إلى مكان قرقرة الكدر إلى قاع حاضوضاء وكان طبعا علي بن أبي طالب يحمل الراية ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى مكان بني سليم فر بني سليم ولم تحدث مواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني سليم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط من جديد للعودة إلى المدينة وإعادة الجيش الإسلامي في ثناياها سلوك أكمل سيرة غراء منها المنهل بقعة تروي حكايا غزوة في ثناياها سلوك أكمل هذا الكلام الذي أقوله وهو الحديث عن هذه القبائل التي أخذت تأخذ مبدأ مساندة قريش ومؤازرة قريش ومحاولة استئصال الجيش الإسلامي الجديد أو القوة الإسلامية الموجودة الجديدة دعت القبائل جنوب المدينة وشمال المدينة سنأتي إلى غزوات أخرى في شمال المدينة ونأتي إلى غزوات أخرى إلى بني سليم بعد أن نتحدث عن المعاهدات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود حيث بدأوا اليهود يتحركون كذلك لأن لهم أحلاف مع قريش فنأتي إلى بني قينقاع حيث وقعت غزوة في المدينة عرفت بغزوة بني قينقاع فمن هم بني قينقاع؟ بني قينقاع يعني اليهود الموجودين في المدينة فأين تقع مساكن ومنازل بن وقينقاع؟ بن وقينقاع يسكنون جنوب الحرم النبوي في منطقة تعرف بحول جامع مسجد بلال تلك منازلهم التي يسكنونها في المدينة طيب ما الأسباب التي دعت إلى قتالهم؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بينه وبينهم وبين من يسكن المدينة من الأنصار عوسو الخزرج معاهدات كما تعلم لكن كما قلت اليهود لهم مواثيق ولهم معاهدات مع قريش وهم غير مأمون جانبهم ولذلك معظم أهل المغازي والسير يذكرون عدة أسباب ويتركز في سببين السبب الأول يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد للجيش الإسلامي وانتصار المسلمين في بدر ويظهر هذا الأمر في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما النبي جمعهم في سوق من أسواقهم بعد بدر وقال لهم يا معشر يهود يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا يعني صغارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت من نحن ومن نكون هذا كلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يعتبر من الأسباب والسبب الأول ثم في هذا الكلام وفي هذا القول الذي تبعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل قرآنا يتلق قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد السبب الثاني أن أحد اليهود رأى امرأة تشتري من السوق سوق اليهود فجاء إليها وكلمها أن ترفع حجابها فرفضت فأخذ بطرف ثوبها من الخلف وهي لا تشعر وربطه برأسها فعندما قامت انكشفت وستنجدت لما رأت هذا استنجدت بالمسلم وصرخت فجاء المسلم وقتل اليهود ثم تعاون اليهود وقتلوا المسلم ثم قامت بين الطرفين اليهود المسلمين النزاع والشكال وهذا الذي رواه ابن اسحاق وذكره في كتاب السيرة هذا الأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ موقفاً معهم وضدهم موقف لا بد أن يكون ظاهراً للتاريخ الإسلامي وظاهراً لأمن هذا الجانب أن نأمن هذا الجانب من هؤلاء اليهود الذين أصبح أمرهم لا يؤتمن وجيرتهم لا تؤتمن وخوفاً على المسلمين وأنهم فيهم علاقة وبينهم وبين قريش علاقة للإغارة على المسلمين كذلك من كبارهم ومنهم قصة شاس بن قيس القينقاعي عندما رأى رجلان من المسلمين من الأوس والخزرج بينهم مودة وبينهم أخوة وبينهم فغاضه هذا المنظر فأراد أن يعيدهم كما كانوا سابقاً وما كانوا عليه من قتال بين الفريقين بين الأوس والخزرج فأرسل أحداً من رجالاتهم إلى مجالسهم فاستغرب جاءه الخبر إن الأمر مودة وتلاطفاً وتراحماً بينهم فغاضه هذا الأمر مما جعله يحاول أنه يثير بينهم النعرات ويثير بينهم القتال ولكنه لم يستطع هنا جاء أمر ما هو الأمر؟ أمر الحصار والإجلاء لابد لابد وقصة إجلاؤهم ثابتة كما تعلمون في الصحيحين وأوردها كذلك ابن سحاق والواقدي ابن سعد وتابعهم المؤرخون في ذلك وهم حلفاء وصاغة يعني يشتهرون بالذهب وحلفاء لعبد الله بن أبيد بن سلون لما أظهروا البغضاء والعداوة طبعاً بن قينقاء هم أقوى اليهود الموجودين في المدينة لما أظهروا هذه وظهرت عليهم هذه العداوة وهذه البغضاء خشي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من خيانتهم ووقفتهم مع قريش فنبذ إليهم على سواء كما أمر الله عز وجل بقوله وَمَّا أَتَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ أن الله لا يحب الخائنين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جيش المسلمين وفي ليلة حاصرهم ولمدة خمسة عشرة يوماً حاصر يهود بن قينقاء وأمرهم بالإجلاء وأن لهم أموالهم ونساءهم وذريتهم وأمر بهم وكتفوا تم ربطهم وتكتيفهم إلا أنه ظهر هناك رجل موالياً لهم وهو المنافق بن أبي سلول وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة حاصر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداه يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صلى الله عليه وسلم في بساطته وفي تعامله وفي حسن خلقه قال هم لك والنبي يعلم أنه منافق هم لك ثم أمر بهم أن يجلوا من المدينة يخرجوا من المدينة ثم تولى أمر ذلك بعض الصحابة مثال عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة فخرجت بن قينقاع إلى أذرعات وأذرعات في الشام وإلى خيبر فتم إجلاؤهم ونزل في ذلك قرآنا يتلى في عبد الله بن أبي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بع ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلا أن هناك عظات وعبر في هذه الغزوة أول أمر هو حقد وعداوة اليهود للمسلمين فيما فعلوه مع هذه المرأة وما غدروا به المسلمين وهذه المرأة فمعاملتهم كانت معاملة بغضاء وشحناء وحقد لما رأوه من التآلف والترابط والأخوة بين المسلمين في المدينة بالنسبة لعبد الله بن أبي سلول دفاعه ودوره في كثير من الأحداث التي وقعت في المدينة والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين دليل قاطع على أنه منافق عرف بالنفاق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بما يعامل به المسلم وهذا يدل كما أجمع العلماء على أن المنافق يعامل معاملة يعامل معاملة المسلم المعاملة الظاهرة لأن الخافية الباطنة يحاسبه الله عز وجل عليها ولذلك قول عمر رضي الله عنه إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء والله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة نحن لنا الظاهر الخافي والباطن عند الله عز وجل فالحكمة هذا في حكمة ما الحكمة من ذلك معاملة الناس بحسب الظاهر وإن كان منافقا هي أن تظل العدالة بين الناس ويظل الأمن بين الناس وتظل الأخوة بين الناس وأن يعاملون الناس بعدالة وأمن وما جاءت به الشريعة الحكيمة وبذلك نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله